بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية جميعا نلتقي من جديد في الشابطر الخامس معنا اليوم الشابطر بسيط وسهل لكن في منتجات الأكثر شيوعا واستخداما نحكي على الشيكيميت في نايل بروبين هذا الشيكيميت بيحمل فينا زي ما انتم شايفين عنا هنا النوكلياس تبع الفينايل بروبين هو الأساسي وعنا اليكيومين وزي ما حنشوف المنتجات الرئيسية في هذا الشابطر من ناحية الكيميت مانناش كلام كتير بدي اياكم بس تعرفوا شغلتين الشغلة الأولى انه في عنا زي ما انتم شايفين هنا الارايل الكينز هذا النوكلياس وعنا الداي ارايل هبتانويدز اللي هم السماء المميزة لهذا الشابطر ندخل في الدراجز مباشرة عنا تو دراجز من اكثر المنتجات استخداما منزليا ودوائيا طبعا زي ما انتم شايفين الان هو عنا اول واحد الكركم الكركم هو من الكركمة دوميستيكا وفي عنا الكركمة لونجا اه كما ان اول كركمة دونجا تو سبيشيز وان الفاميلي هو وازنجبيين من عائلة واحدة زينجبراسية فاميلي طبعا الكركم كنا عارفينه وبنأكد على معلومة قبل ما نبدأ انه هدا كركم وليس عصفر تمام؟ قكثير من الاخطاء الشائعة آآ بيحكوا عن الكركم عصفر وعن العصفر كركم وكل واحد عبارة عن نبات مختلف تماما عن الآخر الكوركم يتميز به اللون اللون الأصفر الدهبي بينما الأصفر يتمتاز باللون الأورانج مائل إلى الحمراء قليلا إذن إحنا نتكلم على الكوركم اليوم البارت يوز هو الدراي درايزوما وفي التراديشنال ميديسين كان يستخدم بشكل واسع خاصة في الايروفيك ميديسين في علاج الاتحابات سواء كانت داخلية أم خارجية وكان برضو بعالجه في روماتويد أرترايتس والإنفكشنز بشكل عام وتحديدا على السكن أي سكن إنفكشن ولليوم هذا الكلام يستخدم حتى في ليس فقط في الايروفيك ميديسين كمان في كل الحضارات وفي خلينا نسميها الباليستينيان كمان تراديشنال ميديسين مشهور جدا الكوركم في علاج كثير من الأمراض الجلدية إذن هذه جزئية برانش أو فارما كوكمزي من التعريف هذه صورة زي ما حكينا في الأول أنه في عندي فرق بين الكوركم والعصفر زي ما تشايفين هنا هذا هو الكوركم وهذا هو العصفر زهرة العصفر حتى البارتيوز مختلفة البارتيوز في العصفر هو الزهرة بينما البارتيوز في الكوركم هو الريزوم زي ما حكينا إذن في عندي تو سبيشيز مختلفة نباتات مختلفة كل شيء مختلف ما بين الكوركم والعصفر الفيتو كيميكالز بالنسبة للكوركم أهم مادة طبعا المين أكتيف هو الكوركمين وزي ما شايفين هو سلسلة من الفنايل بوبين شين النسبة الكوركمين تتراوح بين ثلاثة لخمسة بالمية عندما مادة اسم الكوركم مينويدز اللي هي مسؤولة على الكالرينج برينسيبلز الألوان المختلفة اللي بنليهم درجات اللون الأصفر تحديدا وهذا اللي بيحتوي المادة الفعالة تبعتنا الرئيسية اللي هي الكوركمين الرائحة المميزة للكوركم ناتجة من وجود البولاتايل أويلز وعننا التوميرون الألفا والبيتا توميرون هي اللي بده الرائحة المميزة كذلك في طعم الحلاوة اللي بنشوفه في الكوركم هو ناتج عن وجود مادة من السكريات أرابينو جالاكتان ونسبتها عالية زي ما انتوا شايفين من ثلاثين لأربعين بالمية عبارة عن استارش نأتي للبيولوجيكال اكتيفيتي إذن زي ما شايفين احنا لا نزال دوما تحت مضلة التعريف شوفنا برانش وفارما كوكنوزي دي الويد كيميكال وننتقل الى البيولوجيكال الأفكت أبرز يعني شغلة موجودة عندنا في الكوركم طبعا النتيجة لوجود الكوركمين كاكتف انجريدينت هو الانتيفلماتوري إفكت هذا الانتيفلماتوري بشتر على أكثر من لفل وزي ما حكينا في ترديشنال ميديسين في على جزئية السكن أكثر شيء من مزايا هذا الكوركمين انه بعمل بلوك للأنقف كي بي وهذا الموليكول ترابلز انتو دا نوكلياسوب سيلس معنى ذلك أنا بدخل هنا في الار ان اي ومشاكل اللي هي السرطانية وتحديدا سرطان الجل والانقف كي بي هذا هو بلعب اليوم دور كبير في الكورونيك ديزيز بالشكل العام هو مسبب للأمراض احنا بنسمع كتير بقول لك فلان بظل يمرض ليش لأنه مناعته منخفضة كيف بدي أقون مناعة هادي يعتقد انه الانقف كي بي هذا بلعب دور كبير جدا في ضعف المناعة وبالتالي الكوركومين لما يعمل بلوك للأنقف كي بي معناته بيساعد الجسم اللي هي استرداد مناعته بشكل أفضل الكوركومين هو أنتي أخسدان ترفيكت بعمل كذلك بوس للليفل أوب دا برين معنى ذلك انه هو كتير جيد لكل مشاكل اللي تخص البرين ديس أوردر سواء كانت في الميموري سواء كانت في الكوكنيشن اللي هو موضوع الإدراكس وكل ما يتعلق في هذا الموضوع من مشاكل كذلك في عنا الكوركومين بلعب دور كبير في موضوع الزهايمر ديزيز موضوع الخراف اذكرنا قبل شوية قلنا العلاقة في البرين والميموري والكوكنيشن وطبعا كل هذا بسلسلة تبعته اللي بتصل لأصعب شيء اللي هو المرحلة الخراف كل هذا بيجي بسبب انه الكوركومين بيستطاعته يعمل كروسين للبلود برين بيريور وبالتالي بإمكانه يحل مشاكل الانفلاميشن بروسيس الموجودة سواء بالسيلز عنا حكينا عن تي اكسيدنت يعيد بناء خلايا يمنع تهاته خلايا وهذا لما يكون اللي فيل عندنا البرين بيكون كتير كويس وبخدم في تخفيف ظواهر الزهايمر ديزيز الكوركومين كذلك له افكت كتير حلو على الهارد ديزيز بعمل ريجوليشن للبلود براشر كذلك الكوركومين هو كتير كويس لحالات الدبريشن وحالات الانكزايتي كذلك وهذا كله برجع لنقطة البرين بالنسبة للكانسر طالما احنا بنحكي على معناته احنا بنحكي ان تأثيره الاكتر على الجلد فبتوقع انه يعمل كتير افكت جيد حول الاسكن كانسر على وجه التحليد وفي كتير داتا اه على هذا الموضوع ان شاء الله يعني من ضمن الاكتيفتي هنركز على موضوع الكوركوم ان شاء الله لاحبا في موضوع الكوركوم كذلك بهمنا نعرف شغلة كتير ضريفة وكتير مهمة انه لو حبيت ازيد الفعالية لا الكوركوم انا كل ما هنالك انه اضيف قليل من البلاك بيبر والبلاك بيبر في الفلاسمر بزيد لي من الفعالية بشكل ايش بشكل كبير جدا وبالتالي بعمل الاه رداكشن لامفلميشن بوسيس بعمل الامبروفمانت للديجستشن إذا كان عندي التحبات في القاتس اة كل ما سبق ذكره من ايفكتس بصير فينه فيها امبروفمانت بس موجرد انه اضيف شوية فلفل ازمر على القركوم صناعات الدوائية اليوم صنعت انه زي ما انتم شايفين هذا المنتج وبتلاحظوا انه فيه انه هنا الكوركومالونجا تمام وانه هنا شايفين البلاك بيبر مضاف بنسبة عشرة ميلي جرام للمنتج عشان يزيدوا الفعالية تبعته وهذا المنتج زي ما انتم شايفين من الاف دي ايه اذا الكل بيساعة دايما لانتاج منتج يكون ايش يعني ممتاز في كل النواحي الانديكيشن بعد هذي رحلة مين هما زي ما حبينا دايما نسميهم اذا كل من يعاني من ديسبيبتيك كومبلينس اللي هو بالاساس بيكون انفلاميشن بروسس اللوص اوب ايباتايتس ما هي مرتبطة في البرين قلنا الكوركومين بيشتغل على البرين الهيباتايتس وهو الانديكسيتي اذا كل هذه المجموعة الان صارت مفسرة بعلاقة الفايتو كيميستي وعلاقة الاكتيب انجريديانس الموجودة ننتقل الى الوجه الاخر لالكوركوم بالنفس العائلة زينجيبراسية فاميلي هو الجنجر الزينجيبرا اوفيسينالس واحد من طبعا اشهر المركبات على الاطلاط كنا منعرف الزنجبيل والكل بيحكي على الزنجبيل التراديشنال ميديسين يعني غنية جدا في التاتة حول الزنجبيل وكنا منعرف انه ورد ذكره ايضا في القرآن الكريم استخدامات الحضارات كلها كانت للزنجبيل في موضوع الديجيشن ويرديوس النوزيا على وجه التحديد تعال نشوف هل هذا الكلام مفسر غير مفسر ونشوف كيفية استخدام الزنجبيل واهم اهم الاخطاء الشائع الموجودة في هذا المنتج نبدأ كالعادة بالفايتو كيميكالز عندنا الأرائل الكينز ما يميز الزنجبيل عندنا تو كومباونز اساسيين جدا هو الجنجيرولز والشوغولز والتنين مسؤولين على البانجينت سوبستنس البانجينت تيست الموجود في الزنجبيل وكلاهما مسؤول على فارماكولوجيكال كوبرتز أو الجنجر اذا هذه النقطة مهمة جدا وكل المنتجين هدول الجنجيرول والشوغولز متأثرين في مين درجة الحرارة تمام وحننعلق على هذا الموضوع بعد شوي عندنا الجنجير ديولز الداي ارايل هبتانونويدز عندنا الجنجير اونز اي بي سي وعندنا الأكيد الرائحة المميزة للجنجر من الفولتايل اويلز عنا هنا مجموعة من المركبات الجنجير اونز اي بي سي وعندي الجنجيرول والشوغول احنا بدنا منكم بس تعرفوا ليه الجنجيرول والشوغول لان هم اهم مركبين تمام وبتلاحظوا الفرق بيناتهم هو مجموعة الهايدروكسايد ننتقل البيولوجيكال بروبارتز طبعا هو من السبايسز المشهورة جدا الهاي كونتنس من الجنجيرول وكذلك الشوغول بيعطوه باورفول انتي فلماتوري وانتي اوكسيدن فوبرتز وزي ما حكينا هدول المادتين تحديدا هم المسؤولين على كل النشاط او الافكتس تابعون من الجنجير موضوع النوزيا موضوع كل دوار دوار البحر اللي بصير عندهم غثيان سواء لما يطلعوا بالسيارة ولا بيطلعوا على ماكن عالية ولا دوار البحر كل هذي الامور كويس لهم الجنجر كذلك بعمل ريدكشن للمسل بين بعمل رديوسين لسيمتوم بوستوارتريتس اذا انتيفلماتوري قلنا سترونج انتيفلماتوري ايجن بعمل ريجوليشن وبعمل لوورين للبلود شوغر ليفلز وبالتالي هذا كتير كويس لمرضى السكر انهم يتناولوا هذا الجنجر كذلك بعمل هو انتيميكروبيا و انتيبكتيريال تحديدا كتير ممتاز في اذا زي ما انتم ملاحظين انه كل الكلام حكينا على الانتي في فلماتوري بروبارتز او بيولوجيكال بروبارتز مسغول عنه من الجنجرول والشغول موضوع كذلك السبيدينج اوب و امتي انك هنا هذا كتير كويس في موضوع ال دايجيسشن انه بفرغ المعدة بشكل سريع انه هذا معناته انه بسهل في عمية الهضم الناس اللي عندهم سوء امتصاص الناس اللي بكون عندهم تخمة من الاكل هذا كله بساعد على ايش استخدام الزنجبيل بساعدهم على سرعة في الهضم وسهولة في الهضم كذلك في انه بالنسبة للفميل اجانست المنسترال بين وهذا الشيء يرجع برضو للانتي فلماتوري الموجودة في الجنجير وال والشغل كذلك الجنجر بعم سيجنيفكنت ريداكشن لل ال دي ال وهذا انحنا انشاء الله هنشوفه في مستقبلا بس على عجالة ما معنى هذا الكلام كيف بده يعمل ريداكشن لل ال و ايش علاقة ال 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 احنا قلنا انه انتفلامتوري ايجنت ال 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 هو اللي بكون موجود اساسا مخزن في الليفر ولما يصير اي انفلاميشن بروسيس بروح بنعطى اردر من ال 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 الليفر انه طلع ال 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 لمكان الحدث اللي هو مكان ال ال لما نقول لما نيجي نشرب جنجر معناته انا ايش بساعد انه ما تطلعش كميات كبيرة من ال 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 بطلع كميات بسيطة ليش لانه الجنجر وال شغول حيساعده في تصليح أو العطب أو تقليل حدة الانفلاميشن وبالتالي بيظل عندي وفرة من الLDL هذه زاوية الزاوية الثانية النشاط طبع الLDL مع نشاط الجنجرول والشوغول بيسرع من عمية الهيلنج هذه زاوية الLDL أما بالنسبة لل Blood Triglyceride Level فهذا الشيء مهم جدا وإلو علاقة في مين في الموضوع الحكينا في الDigestion والIndigestion كيف إلو علاقة لما يصير عند الإنسان تخمة أو سوء تغذية أو سوء امتصاص بيصير في عنا تراكم لمين للمواد الغذائية لأكلها وبالتالي كل هذه الأمور وبالذات الكربوهيدريس راح تتحول إلى إيش؟ إلى دهون وهذه الدهون راح تتحول إلى تحديدا وهذا اللي بسبب حقيقة ارتفاع في نسبة السكر أو قبل ذلك بيكون في عنا ما يرى في البرير ديابيتيكس أو الإنسولين ريزيستنس فعندما يجي في الأساس الشجول وتشينجيرول يشتغلوا على الموضوع الأساسي الموضوع الأساسي اللي هو هنا فيه ويبطل عملية الانديجيشن ويسهل عملية الغذاء فلن يكون طبعا هناك كمية اللي تتحول لدهون وبالتالي نسبة الترايك لسرايت هتكون إيش؟ منخفضة أو تنخفض في هاي الحقلة تمام؟ طيب كذلك الأكيد الجينجيرول والشجول بهذه القوة بهذا الفكس الكبير بيساهموا في موضوع الكنسر الكنسر وهنا بدنا نعطيكم زي يعني من الحالات الرائعة في هذا الموضوع بدنا يحكي في شقين بديش أقول على لدي أحكي في جانب آخر وهو أنه تعرفين المرضى الكانسر دائما بيأخذوا أيش أو الخطوات الأولى بيأخذوا البروتوكول الكيماوي وعارفين الكيماوي هاد عارفين الكيماوي هذا هديش بيعمل من حالات وحالات بيأخذوا عن هذه الحالات هنا في موضوع الجنجر تحديدا كل الحالات مننصحهم قبل الذهاب ياخدوا جرعة الكيماوي عشان يمنع حالات النوزيا والبوميتنج والأمور هذي ياخدوا جرعة مين كاس من الزنجبيل يعني النتائج رائعة جدا كل حالات النوزيا هادئ والبوميتنج والدوار والغثيان نتيجة الجرعة كلها تختفي مباشرة بيأخذوا كاس قبل الذهاب للجرعة وبرضو كاس بس يرجعوا من الجرعة تمام العلاقة الجنجر مع البرين في علاقة زي موضو الكوركم وبعمل امبروفمنت للبرين فانكشن سواء للإلدر سواء من أو ومن ولكن بتحديدا للومن بيكون نتائج وفي دراسات عليها بشكل أكثر الورنينك عشان نحصل على هاي النتائج كلها الطيبة في موضوع الجنجر لازم نبعد عن من الحرارة ولما نقول نبعد عن الحرارة يعني بكل أشكالها بمعنى الزنجبيل لا يغلى تمام لأن قلنا الشقول والجنجر وقلهم المواد الفعالة هم اللي بدون يشتغلوا وهدول قلنا متأثرين درجة الحرارة إذن لا بد أغلى الزنجبيل ولا بد أضيف مية سخنة على الزنجبيل طب كيف نعمل بنجيب قطعة متوسطة الحجم من الزنجبيل طبعا هو درايد قلنا في بارتيوز لازم يكون مجفف وليس طازج بجيب هذه القطعة متوسطة الحجم من الزنجبيل المجفف بضعها في كاسة مية من المساء حتى الصباح يعني نقيع بهرد بلغة الفايتو كيميستري بعمل كولد ستاتيك إكستراكشن تمام في كولد إكستراكشن بطلع من الجنجرور والشغول بشكل كامل مش متأثرين بدرجة الحرارة وبشرب هذا النقية صباحا حتى أخذ كل الفوائد تبعته إذن ننتقل إلى الانديكيشن أو من هم التارجت بيشنس فيه هنا أكيد الانديجيشن كل من يعاني قلنا من تخمة من سوء امتصاص اللوس وبابتايتس كذلك كله كثير كويس المورنينج سيكنيس الدوار والغثيان ودوار البحر حكينا الكانسر كذلك واللي بيأخده الكيميو الثرابي وانتي فلامتوري ايجنت حكينا في حالات الأستوار الترايتس برضو بشكل شيء كويس اذا بناخد خلاصة انه كل اللي احنا بنسمعه من وصفات للرجيم تحديدا واللي بيستخدمه زهنجبيل للرجيم بجزء من الخلطة بكون وطبعا بحطها على النار وبغلي الخلطة وبشرب هو كل الجنجرور والشغول يعني صار ما منه فايدة صار واذا استفاد استفاد من اشي تاني بكون داخل هاي الخلطة وللأسف بكون عادة مسهلات في اغلب هذه الخلطات يعني هو بفقد سوائل بفقد ميا ولا يفقد ايش دهون عشان هيك بتسمعه برضو انه فلان نزل وزنه ورجع ايش كل ما الوزن هذا رجع تاني وهذا هو السبب اذا بنأكد مرة تانية للاستفادة من الزنجبيل في عندي شرطين شرط الاول اندي استخدم البارت يو الصح وهو جزء المجفف الرئيزوم المجفف وليس الطازج وجزء التاني او الشرط التاني هو عدم تعرض هذا الزنجر للحرارة الزنجبيل الطازج ليس له علاقة بكل الكلام هذا هو مجرد سبايسز مجرد منكه للطعام مجرد بدي رائحة جميلة ممكن استخدم كمنكه ممكن استخدم كمحفز شهية مش مش اكتر من ذلك الكونترا انديكيشن بدنا ننتبه هنا للناس اللي عندهم جال ستونز في المرارة وهدول يعني مهم جدا انه ما نعطيهم زنجبيل الشغلة الثانية هو risk of hemorrhage وانا لازم ننتبه لأكتر من شغلة طبعا هذا risk بهم رجيل لانه بيعمل inhibition لترمبوكسان وبالتالي بصير في عندي هذا risk عشان هيك في عنا امرين لازم ننتبه لهم او كل واحد بنقوله خود الزنجبيل لازم اسأله هو بياخد اسمرين هو بياخد بلايفكس بياخد وارفرين كل القضايا هذه لازم ايش اقوله ما ياخدش معهم الزنجبيل رقم اثنين في عنا منتج طبيعي برضو بيعمل نفس الافيك برضو في عندي risk of hemorrhage اللي هو الثوم فعلا اذا كان من طبيعة هذا المريض انه بياخد ثوم صباحا مثلا على الريق لانه كتير الناس عندهم هذه العادة فهنا ما بيصير اضيف لهذا الثوم كمان ايش زنجبيل لانه بيصير في عندي الرزق اعلى لازم اباعد بين التنتين او يعمل رزق مثلا للثوم في يوم الزنجبيل يعني يوم ياخد زنجبيل ويوم ياخد ايش ثوم على سبيل المثل هيك بيكون خلصنا هذا الشابتر شابتر بسيط ولكن هو مهم هو في مواد زي ما انتم شفتوا الكركم والزنجبيل من اكثر المواد استخداما وللأسف زي ما شفتوا برضو انه استخدامنا لهم خاطئ لانه كل الشعب بيغلي الزنجبيل وهنا بيجي دوركم في التوعية وفي كل شيء كصيادلة انه نصلح هذه المعلومات بطريقة علمية بطريقة جيدة تمنيات لكم التوفيق وان شاء الله اللقاء القادم هندخل في الفلافو نويتس